اشتركوا في القناة ما زلنا في تدبرنا في سورة الحاق المباركة تلك السورة التي وقفت بنا عند هذه الآيات العظيمة التي جاءت تنقل لنا مشاهد يوم القيامة مشاهد العظيمة التي تعصف بكل تلك المظاهر التي اعتدنا على رؤيتها مستقرة في حياتنا الدنيا السماء التي تنشق الأرض والجبال التي تدك كل شيء اعتدنا أن نراه ساكنا مستقرا إذا به يوم القيامة يتحول ويتغير ويتبدل غيره من الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ثم إذا بالآيات العظيمة تصف لنا جانبا وطرفا من ذلك المقام العظيم مقام الذي يوحي بعزة الله سبحانه برهبة ذلك الموقف الشديد بقدرته بقهره بجلاله بعظمته بقدرته على خلقه كل ذلك لأجل أن يجعل الإنسان المتدبر الواعي يعيش واقعه مستحضرا مستشرفا مستقبل أيامه من هنا جاءت الآيات العظيمة في قوله سبحانه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملك من الذي سيبقى تدبر معي في الربط بين الآيات العظيمة ومشاهد يوم القيامة التي تصور قهره جل شأنه أظمته وبين ما ذكر من مصائر الأقوام التي تجبرت وطغت وعلت في الأرض بغير الحق وظنت أن ملكها لا يزول وأن بقاءها إلى الأبد فارق شاسع ولله المثل الأعلى هذا الملك وهذه العزة وهذه القوة وذاك القهر الذي يجعل الإنسان يتفكر دوما وأبدا ويدرك ألا يفتتن لا بملك زائل ولا بعلم راحل ولا بنعمة من نعم الدنيا التي أنعم ومكن الله فيها عباده بأي شيء من هذه العروض المختلفة منشغلا بما هو مطلوب منه وقلنا أن من عظمة الآيات أن جاء بعدها الحديث عن العرض قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وفي ذلك بيان وتأكيد أهمية أن يستحضر الإنسان معنى أن يهتم بسره وخفاياء وينق ذلك السر وتلك الخفايا ويصلح تلك الخفايا وذكرنا فيما ذكرنا أن كثيرا من الناس اعتادوا على أن يعيشوا حياة مزدوجة توهما منهم أن الإنسان الصادق الصريح المؤمن الأمين الوفي لا يمكن أن يعيش في مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه نعيب زماننا ولعيب فينا لماذا لا يستطي أن يعيش بصدقه لماذا لا يتسق السر مع العلن لماذا لا يكون قولك حسنا وسرك كذلك مطابقا لما تقول لماذا لا تتعلم أن تقول للناس حسنا وتكن لهم في صدورك وفي صدرك وسرك حسنا لماذا تتوهم أن ثمة معارضة وتناقض بين الأمرين ليس ثمة تعارض لماذا تتوهم أنك تحتاج أن تكون منافقا لأجل أن تعرف كيف تعيش بعض الناس يقول لك مشي حالك لماذا تتوهم أن تمشية الحال لا يمكن أن تكون مع الصدق لماذا؟ هذه أوهام ولكن الأمر يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة نفس حتى ترتقي تلك النفس ويرتقي ذلك السر فيصبح سرا خاليا من الحقد والضغينة والحسد مليئا بالمحبة للخير لكل الناس لا يحمل حقدا يحب للناس ما يحب لنفسه يقول الخير ويفعل الخير ويضمر كذلك الخير وليس العكس هذا ما يريد منك القرآن أن تفعله وأن تفهم وتدرك تماما أن ما يثقل موازينك يوم القيامة هذا الإحساس المفعن بحب الخير للآخرين هذا الإحساس الذي يأتي على السر فيطهر السر ويجعل السر بنقاوة العلانية وحسن العلانية ذاك أن السر موضوع نظر الله جل شأن تدبر في هذه المعاني العظيمة وإذا بالآيات المباركة مباشرة تنقل الإنسان إلى ذاك الموقف الرائع ذاك الموقف الذي طالما ينتظره المؤمن كما ينتظر الإنسان المجتهد الذي تعب في تحصيله وفي مكابدته للدراسة أو للعمل أو ما شابه من أمور الدنيا وما يجاهد فيها من أمورها ينتظر نتيجة العمل ينتظر المحصلة النهائية ينتظر أن يتسلم الشهادة وأنت ترى في الدنيا لهفة الطلاب وخاصة الناس الذين يجتهدون منهم على معرفة درجاتهم ونتائج تحصيلهم العلمي هذا في الدنيا فما بالك في الآخرة قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي وتدبر في دقة مفردة جاء بأوتي هناك فرق في القرآن بين الإيتاء والإعطاء اللفظة مفردة الإيتاء في القرآن تستعمل للأشياء العظيمة للأمور العظيمة ومن يؤتى الحكمة لأن الحكمة عظيمة آتاه الله الملك لأن الملك عظيم وهكذا في كل شيء عظيم وهذا الكتاب هذا الكتاب من أعظم الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يعمل لها أن يجهد نفسه لأجل تحصيلها لأجل تحصيل ذلك الموقف العظيم فأما من أوتي كتابه بيمينه تدبروا في القرآن كيف يصنع الإنسان الذي يعيش واقعه وحياته مستشرفا مستقبلا ناظرا معلقا قلبه وعينه بذلك المستقبل الذي ينتظر الكتاب أين أنت من انتظار ذلك الكتاب أين أنت من ترقب ذلك الكتاب قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي من دواع الفخر من دواع السرور ذلك الموقف الذي يستبشر فيه الإنسان بكل ما هو خير ذاك الموقف الذي يتمنى فيه الإنسان أن يعرض كتابه على كل الناس حتى يقرأوا لماذا؟ كتاب مشرف كتاب يشرف صاحبه كتاب يرفع صاحبه ودرجة صاحبه ذاك الكتاب العظيم الذي يحمل أي شيء يحمل كل خير ليس فيه ما يخجل من وليس فيه ما يسحي من وليس فيه ما يريد أن يخفيه عن البشر يريد أن كل الناس تقرأ ذلك الكتاب اقرأوا كتابي بكل اعتزاز بكل فخر اقرأوا كتابي هذا الموقف العظيم المحمل بمعاني السعادة والاستبشار والخير والعطاء التي تمسح معها كل عناء وكل جهد وكل مكابدة للنفس حتى تحمل على الخير والعطاء وحب الخير للآخرين ما ذكرناه قبل قليل عن مكابدة ومجاهدة الإنسان لنفسه حتى يصبح السر والعلن عنده سواسية حتى يتخلص من الازدواجية حتى لمن يقول للناس حسنا هو لا يقولها نفاقا ولا رياء وإنما يقولها صدقا ويقينا يقولها وهو يعني كل حرف فيها يقولها وهو يضمر الخير لأولئك الناس هذه المرحلة العظيمة هذا هو جزاؤها قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي هذا كتاب يستحق أن يقرأ فالسؤال الذي يطرح نفسه ماذا كتبت في الكتاب ماذا أعددت لذلك الكتاب الناس اليوم في الحياة الدنيا من يريد أن يكتب كتابا فيقدم ذلك الكتاب أو يهدي ذلك الكتاب لكبير من كبراء الدنيا تراه ينمقه ويزوقه ويضع هنا شيء ويضع هناك شيء ويزركشه ويجعل هذا الكتاب على أجمل نسق وأفخر شكل ومظهر ولكن عليك أن تدرك ولله المثل الأعلى أن كتابك الذي سيعرض يوم القيامة وسيقدم لك وتستلمه أنت ويؤتيك الله ذلك الكتاب بيمينك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء بفضله ومنته هذا ليس المناط فيه ولا المدار فيه على الشكل ولا على المظهر ولكن على ما قد كتب فيه وقد ذكرت آيات عديدة في كتاب الله أن الملائكة تكتب وتدون وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فانظر ماذا في كتابك من صغائر وكتباء هذا الذي ينبغي أن تعتني به هذا الذي ينبغي أن تنتفت إليه هذا الذي ينبغي أن تنتبه إليه تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة وتدبروا معي في القرآن كيف يصنع الوعي في الإنسان في فارق شاسع بين إنسان يعيش حياته أو عمله أو مشابهه وهو يعرف أن لا رقيب ولا حسيب عليه لا حد يقرأ ولا حد يكتب عليه ولا حد يحاسب وبين إنسان يدرك حين يباشر ما يصنع ويعمل أن كل كلمة يكتبها وكل فعل يقوم به وكل كلمة يلقيها مدونة ومسطرة ومكتوبة ومحسوبة علي الشيء المحسوب علي يعتني به أي ما عناية بينما الشيء الذي ليس له حساب بمعنى ليس له من يراجع وليس له من يحاسب عليه قد يتساهل ويتهاون الإنسان فيه فانظر إلى كتابك ماذا فيه وماذا كتب فيه وبأي شيء زينت ذلك الكتاب هذا الكتاب لا يزين بالزخارف ولا بالألوان هذا الكتاب العظيم يزين بتنقية السر والارتقاء بما أخفيت وما أعلنت وما أسررت هذه المعاني العظيمة التي تجددها فينا السورة قال إني ظننت أني ملاق حسابي تدبروا في الفواصل ذاك الانسجام العجيب الذي يتسق تماما مع شعور الإنسان في ذلك الموقف إني ظننت أني ملاق حسابي والظن هنا يقين الظن درجات وأعلى الدرجات في الظن أن يصل بك إلى مرحلة اليقين ولذلك يقول العلماء كل ظن يتعلق بالآخرة فهو يقين ظننت أني ملاق حسابي متيقن عاش العمر وهو يدرك بأن هذه الحياة بعدها حساب في فارق شاسع بين حياة فرد ومجتمع وأمم وشعوب وحضارات عاشت حياتها وهي لا تستخضر أن هناك يوم حساب ولا جزء تدبروا معي في أهمية أن يؤمن الإنسان بالحاقة أن يؤمن بيوم الحساب إيمانك بيوم الحساب يجعلك إنسانا واعيا إنسانا منصفا إنسانا عادلا إنسانا صاحب قيم ومبادئ ورحمة وعدالة تضبط كأوامر الكتاب تقوم أي شكل من أشكال الإعوجاج في مسيرتك على هذه الأرض هذه الأحكام العظيمة ويزيدك عدلا وإنصافا إيمانك بيوم الحساب واستحضارك أنك ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة وأنك إن أفلت في الدنيا من الحساب على الخفايا والنوايا فالخفايا هي التي تعرض يوم القيامة يوم تبلى السرائر هذه الحقائق العظيمة التي يعرضها القرآن أمامك ولا تقول لي هل يحاسب الإنسان على السر والمسألة ليست مسألة الحلال والحرام والمساحة المحدودة النسبية هنا مسألة أم أوسع أشمل المسألة مسألة تربية الإنسان المؤمن الواعي والتربية لها مدلولات كثيرة جدا وميادين كثيرة أوسع من أن تحجزها أو تحصرها فقط في حلال أو حرام أو مكروه هذه لا تطالها فقط الأحكام الخمسة ثم إن الإنسان المؤمن مطلوب منه أن يحسن النية مطلوب منه أن ينق السرائر مطلوب منه أن يكون تقيا وكيف تتحصل التقوى بدون مراقبة السر وإلا فلماذا كل هذه الآيات في كتاب الله التي تحدثنا عن أهمية السر وتنقية السر والاهتمام بالنواية والاهتمام بالخفاية إنسان ليس مجرد مظهر الإنسان مخبر إنسان ليس مجرد صورة ولا مجرد شكل والأعمال ليست مجرد هيئات والعبادات ليست مجرد حركات ميكانيكية لا ترقى بما يصاحبها ويكون معها من حضور للقلب وصفاء في النية ونقاوة في السر وطهر مع ذلك السر تبنيه التقوى تزيده التقوى وهذا معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك المراقبة مراقبة الله جل شأن إني ظننت أني ملاق حسابي فارق شاسع بين إنسان يعيش وهو مستحضر أن هناك من سيحاسبه وبين إنسان يعيش حياته بالطول والعرض وهو متأكد بأنه لا أحد سيحاسبه لماذا يا فلان؟ لأنه فوق المساءلة فوق القانون وانظر وانظر ماذا فعل ذلك المبدأ في حياة المجتمعات في حياة الدول في حياة الأمم بينما حين نزل القرآن جعل الجميع أمام القضاء وأمام الحكم تحت المساءلة إنسان حين يكون تحت المساءلة مهما على منصبه يراقب نفسه أنت لا تضمن النفس نفس فيها أهواء فيها شعوات فيها شيء مختلفة تقع تحت ضغوط مختلفة تقع تحت تغيرات تبدلات ما الذي يمنعك من الإعوجاج والإنحراف مساءلة أدات لابد أن تفعل في حياتنا في مؤسساتنا في بيوتنا في أسرنا والقرآن أعظم كتاب يحقق هذه الأدات هذه أدات ضبط المساءلة أدات ضبط المحاسبة أدات ضبط ولذلك قال إني ملاق حسابي أشتل أمر وأنا متيقن أني سألاقي هذا الحساب فعملت له ألف حساب بينما الذي لا يؤمن بالحساب ولا يعمل للحساب حساب فكيف سيحاسب نفسه يعيش متجبرا متعاليا على كل حساب يقول لك من أنت حتى تسألني من أنت حتى تحاسبني ما يؤسف له حقا أن في كثير من مؤسساتنا اليوم من أسرنا من بيوتنا يقول لك القائل أو المسؤول أو صاحب المنصب من أنت حتى تحاسبني ومن أنت حتى لا تحاسب ولماذا لا تحاسب ولماذا تعتبر أن المحاسبة انتقاص من أمانتك أو طعن في صدقك وعدالتك لماذا لا تنظر إلى المحاسبة والمساءلة على أنها إظهار لعدالتك وطهرك وعفتك وأمانتك وصدقك في التعامل مع الناس أفروض حين تظهر وتعلن النتائج والحسابات ليس في أوراقك ولا في حساباتك ما يبعث على الخجل أو ما يبعث على الاستعلاء على أن تحاسب بالعكس حين تحاسب سيظهر جوهرك سيظهر معدنك ستظهر أمانتك وعدلك وصدقك هذا الإنسان المؤمن لا أحد فوق المساءلة لا أحد فوق أن يحاسب ولذلك على سبيل المثال كثير من الخلفاء وكثير من الصالحين وكثير من القضاة في تاريخنا الإسلامي المشرق ضربوا أروع الأمثلة في هذه القضية كان الآم من الناس من عامة الناس ممكن أن يقف ويحاسبه على الصغيرة والكبيرة يقف ويحاسبه على الصغيرة والكبيرة على الثوب الذي يلبسه ويرتدي أنا لك هذا وتدبروا في أسرنا ومجتمعاتنا وبيوتنا حين غابت عنها المساءلة ماذا حدث مساءل أداة الضبط أداة الضبط المؤسسات غير الربحية من يقوم عليها ينبغي أن يكون هناك نظام مساءلة ومحاسبة دقيق وشفاف وأن تتعامل مع الناس في معاملاتك بمنتهى الشفافية أظهر لهم أظهر لهم الأموال التي تأخذ من هنا وهناك أين تنفق تدبروا في القرآن كيف يصنع الوعي إني ظننت أني ملاق حسابية ولنا أن التساءل ولله المثل الأعلى أليس في عدل الله جل شأنه وفي حكمته وفي لطفه وفي رحمته ما يكفي ويغني أن يضع الموازين ويضع الحساب ويضع الكتب لماذا وضع الموازين ولماذا جعل هناك كتب ولماذا جعل هذه الكتب تعرض على أصحابها لماذا كل هذا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عادل ونؤمن بأن الله لا يظلم أحدا وأننا لن نظلم عنده جل شأنه ولو أنه لم ينشر لنا لا صحفا ولا كتبا ولا أي شيء من هذا لم ينشر لنا شيء من هذا إلا لكفانا لأننا نؤمن بعدله سبحانه وحكمته ورحمته ورغم كل ذلك كتب الكتب وأمر بكتابة الكتب ونشر الصحف ووضع الموازين ووضع الموازين القصص يوم القيامة والعرض والحساب ثم الجزاء هذا يدل على أي شيء فكر بها بالله عليك فكر بها يا من تتعالى على أن تحاسب أو تسأل فكر بها يا من لا تريد أن يسألك أحد من الناس من أين لك هذا ومن أين أتيت بهذا وأين ذهبت بذاك رب العز سبحانه جل شأنه وهو الذي لا يملك أحد من الناس أن يسأل لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ورغم كل ذلك إلا أنه جل شأنه وضع الموازين القصص يوم القيامة وأعطى للناس كتبهم لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأجل أن نفهم من خلال ذلك ونحن نتدبر في هذه الآيات كيف نتعامل مع الآخرين بمنتهى العدن والشفافية فيا من تقومون على أموال القاصرين واليتامة ويا من تقومون على هذه الجمعيات المباركة ويا من كذلك تقومون بجمع الأموال لأجل النفع العام والنفع الخير والخاص يا من وكلكم الناس في شيء من ذلك من القيام بشؤونهم أو القيام على أموالهم اتقوا الله وانشروا لأنفسكم بأنفسكم كتبا للحساب وحاسبوا أنفسكم ولذلك يقول بعض أهل العلم الكيس من قال ها أم قرأوا كتابي كيس الفطن العاقل الذي عمل حسابا لذلك اليوم إياك أن يدخل في جيبك درهم واحد خاصة من هذه الأموال وأنت لا تعرف من أين جاءت ولا أين ستذهب لأنك ستحاسب عليها تحاسب على القليل وعلى الكثير فيا للحساب حين يطول حاسب نفسك حتى يخف عليك الحساب هناك حتى يخف عليك الحساب هناك حساب هناك ثقيل تدبروا معي في الآية التي جاءت بعدها قال فهو في عيشة الراضية جاء الآن الجزاء انتهى العرض اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقن حسابي فهو في عيشة الراضية قرآن العظيم لم يذكر العيشة الراضية إلا في الحديث عن الجنة وذكرها في موضوعين سورة الحاقة سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الإنسان الذي يعيش العيشة هو الراضي أم العيشة هي التي تكون راضية رضي بعيشته فرضيت عيشته ما معنى هذا الكلام هذه واحدة كذلك من مواطن الإعجاز في المفردة في كتاب الله وفي السياق وفي الإسلوب وفي البيان فهو في عيشة الراضية الرضاء صفة توصف ويوصف بها الأحياء العقلاء فكيف توصف العيشة بأنها راضية كيف أنت تقول عن فلان من الناس فتقولها فلان راضي مرضي ماشي ولكن العيشة راضية وما هي العيشة القرآن يستعمل مفردة معيشة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وعيشة ومعايش الجمع العيش ما يعاش به أخص من الحياة حياة أعم وسائل الطعام والشراب والنفس والهواء ما يعاش به المعاش ولذلك نحن نقول معاش ومعايش العيشة أصبحت راضية هذا لكثرة النعيم وعظمة النعيم الذي سيلقاه هذا الإنسان المؤمن الذي يقول هاومي قرأوا كتابي أصبحت العيشة نفسه التي توصف بأنها راضية تدبروا معي في هذا المعنى العظيم لكثرة الرضا العيشة نفسها أصبحت هي راضية توصف بأنها راضية ولماذا يصف العيشة بأنها راضية ولا يصف الإنسان بأنه راضي لو وصف الإنسان بأنه راضيا فقط هذا لا يشي ولا يحمل المعنى بأن العيشة نفسها أصبحت راضية لأن الإنسان ممكن في الدنيا أيضا يرضى بقسمته ويرضى بعيشته والرضا حالة من الأحوال التي يأمر القرآن بأن يشعر بها الإنسان وقد تكلمنا عن الرضا كثيرا في الدورة الرمضانية رضي الله عنهم ورضوا عنه ولكن وهو في قمة رضاه في الدنيا إنسان في قمة رضاه عن عيشته وحياته في الدنيا محتاج الإنسان إلى رضا أن يكون راضيا محتاج الإنسان لهذا الشعور بالرضا حتى يرتاح راضي عن رزقه راضي عن ما قدر الله له راضي بأحكام الله وأقداره فيه هذه المرحلة هذه الرضا تتعلق بالإنسان ولكن وهو في قمة رضاه في الحياة الدنيا يعلم تماما أن هذه الحياة ستنقضي وتنتهي هذا معروف وحتى هو يعيش في السعادة وفي الراحة وفي النعيم في الدنيا والاستقرار في لدي تخوف وشعور بأن هذه اللحظات التي سيكون راضيا فيها عن كل ما هو فيه ستذهب ستمضي ستنقضي شي طبيعي أن هذا الوقت سيمضي فهذا يجعل العيش غير مكتملة والرضا غير مكتمل منقوص أما في الآخرة فوصفت العيش نفسها بأنها راضية طيب لماذا توصف العيش نفسها بأنها راضية؟ حتى يهدأ الإنسان ويدرك أن هذه العيش عيشة الآخرة مستقرة لانقطع فيها في عيش راضية أصبحت العيش نفسها هي راضية فإذا كانت العيش هي راضية ووقع فيها الرضا فكيف حال الإنسان الذي يعيش هذه العيشة؟ ولا توصف العيشة بالرضا في الدنيا لا توصف الحياة بأنها حياة طيبة ولكن ليست راضية لأن طبيعة العيشة في الحياة الدنيا متقلبة متغيرة اليوم تعيش وانت مرتاح غدا تتقلب وتتغير الأحوال لأن طبيعة العيشة في الدنيا ليست الاستقرار ومن أعظم أوصاف الرضا حتى توصف العيشة بأنها عيشة راضية استقرار استمرار بقاء خلود وحذا ليس من مواصفات العيشة في الدنيا فلا توصف العيشة بأنها راضية في الدنيا بل توصف عيشة راضية في الآخرة فهو في عيشة راضية وبدأ بالتفصيل جوانب من التفصيل في جنة عالية لماذا العلو تدبروا معي في الكلام في بدايات السورة حين قلنا بأن هؤلاء ربي جل شأنه حين قال عنهم كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية قلنا أن هؤلاء من الأقوام والحضارات البائدة كانوا يستعلون على الناس ولذلك القرآن وصف فرعون فقال على في الأرض وجعل أهلها شيعة أما المؤمن أما صاحب الكتاب الذي أوتي الكتابه بيمينه هذا في جنة عالية وصفة الجنة بأنها عالية إلو المكان شرف العلو تدبروا في دقة المفردة جنة عالية قطوفها دانية ما يقطف منها دانية الآن بدأ ولأنه ذكر العيش الراضي ولأن معنى العيش والعيش ما يعاش به جاء بالتفاصيل المادية هنا المكان العنوان جنة عالية القطوف دانية في مستوى التناول لماذا في مستوى التناول لا يحتاج إلى تعب هذه مرتبطة تماما مع في العيشة الراضية ولذلك قلنا العيشة الراضية لا تصف بها الدنيا ليس هناك في الدنيا عيشة راضية هناك حياة طيبة ولكن ليس عيشة راضية عيشة راضية في الجنة فقط لأن الدنيا تحتاج إلى تعب تحتاج إلى سعي تحتاج إلى عمل لكن في الجنة لا القطوف دانية دون أن تسعى إليها ما تريده يأتي إليك ولا تذهب أنت إلي أما في الدنيا ما تريده ينبغي أن تسعى وتذهب إلي تدبروا في الفارق العيشة الراضية جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا لأن اليعاش أكل وشرب كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تدبروا معي في الربط من جمال العيش وتمام النعمة أن الإنسان حين تقدم إليه النعم هذه النعم العظيمة والجزاء العظيم في الجنة تتمم عليه من فضل الله جل شأنه أن يردفها بقوله يردفها بقوله أسلفتم في الأيام الخالية هذا جزاء لما كنتم تقومون به في الأيام الخالية التي خلت تدبروا في القرآن كيف يأتي بالماضي والحاضر والمستقبل في الزمن في آية واحدة جعل الدنيا التي نحن نعيش فيها ما زلنا نعيش فيها قال أسلفتم في الأيام الخالية حتى يبين لك أن يا إنسان الدنيا ساعة أنت راحل عنها وهي راحلة عنك وستصبح خالية وأيام خالية وتنتهي وتمضي انظر إلى الأمام ولماذا القرآن يفعل معنا هذا؟ حتى يطيب الخواطر ويجبر من قد انكسر قلبه من شدة صعوبة أو ضيق عيش أو شدة مرض أو فقد ولد أو ما شابه من أحداث الحياة ومصائب الحياة حتى تطيب الحياة حتى يطيب الصبر لأن الصبر مر كيف يطيب الصبر وهو مر؟ يطيب بهذا سأل من يقع على سبيل المثال في ابتلاء مرض شدة محنة هذا ما الذي يخفف عليه المحنة والشدة؟ ما الذي يخفف عليه؟ هذه الآيات العظيمة ما أنت فيه سيصبح أيام خالية فانظر ماذا تقدم فيه انظر ماذا تكتب في الأيام الخالية صبر؟ أثبات؟ أم ضجر وسخط؟ وتدبر معي في الرض؟ بين هذا الكلام وبين الرضا الرضا يحتاج إلى سخط أم يحتاج إلى رضا؟ الرضا يحتاج إلى رضا رضا الله عنك يحتاج أن ترضى عن الله وأقداره وأحكامه وما يقضيه فيك الله سبحانه وتعالى يقضي بين عباده يقضي فينا في أشياء كثيرة كيف تستقبل هذه الأحداث برضا؟ كيف تستقبلها؟ كيف تصبح عبدا رضيا؟ كيف تصبح عبدا راضيا؟ حين تعلم أن ما ينتظرك من الحياة والعيشة عيشة راضية فارضى عن الله سبحانه وتعالى حتى تكون من أصحاب العيشة الراضية لن تصل إلى الأيشة الراضية إلا حين ترضى عن الله سبحانه وتعالى في أحكامه وأقداره وما يقضي به عليك وما يأمرك به وما ينهاك عنه فتنتهي عنه تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة ما أسلفتم في الأيام الخالية؟ نحن كلنا على يقين أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمة منه فلماذا يقول لهم هنا كلوا واشربوا هنيئا تدبروا في الكلمة هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية حتى يطيب خواطرهم هذا نوع من أنواع الرفعة لمكانتهم هذا نوع من أنواع النعيم أنت اليوم على سبيل المثال إذا تريد أن تكرم أحدا من الناس بقولك تقول لكل من فضلة خيرك بعد الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ما تجده من جزاء هذا من جزاء لعملك الذي قدمت في الأيام الخالية شكل من أشكال الرضا من الله سبحانه وتعالى والمنة والإنعام على عباده وإلا نحن لا ندخل الجنة لا بما أسلفنا في الأيام الخالية ولا بأيه نحن ندخل برحمة الله جل شأنه ولكن المقام هنا والسياق سياق تكريم لذلك الذي أوتي كتابه بيمينه سياق سياق تكريم وتفخيم فمن التكريم له أن يقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة ألي مثل ذلك أفلا يعمل العاملون ألي مثل هذا الجزاء وذاك التكريم العظيم ألا يعمل العاملون ألا يخلص المخلصون ألا يصدق الصادقون ألا يثبت أصحاب الحق على الحق ألا يضحوا لأجل أن يبقى الحق حقا ألا يرفعوا شأنهم برفعة ذلك الحق ونصرته والدفاع عنه وحمايته ألا يستحقوا هذا الجزاء وذاك التكريم وهذا التشريف وهذه العيشة الراضية ألا تستحقوا من العبد الفطن الكيس الواعي أن يقدم في هذه الأيام التي سرعان ما ستنقضي فتصبح أيام خالية ماضية انتهت بحلوها ومرها بسعادتها وشقاوتها بصبرها ومرارة الصبر فيها ألا تستحق هذه العيشة الراضية أيها الصابر أن تصبر على مبتلاك الله ألا تستحق أيها المريض أن تصبر على ما أنت فيه وتحتسب عند الله يا صاحب الحق ألا تستحق هذه العيشة الراضية أن تضحي لأجلها وتثبت على الحق الذي أنت فيه وتضحي لأجله لمثل هذا فليعمل العاملون ولمثل هذا فليصدق الصادقون ولمثل هذا فليبقى أصحاب الحق على حقهم حتى ينصرهم الله ويظهر الله هذا الحق لمثل هذا فليبقى المخلص على إخلاصه ولو عاش بين الناس وقد زهد الناس في الإخلاص لمثل هذا فليبقى الأمين أمينا على أمانته وصدقه لمثل هذا لمثل هذا وفي هذا فليتنافس المتنافسون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته